عندي الآن سائل يقول أنا شاب مبتلى بكثرة المذي يقول وأضطر دائما إلى تغيير ملابسي باستمرار حتى شق علي ذلك فما العمل أخي الفاضل أولا لا بد أن نعرف المذي ما هو تعرفون بأن الذي يخرج من قبل الإنسان يعني أشياء كثيرة منها أولا البول البول هذا كرمكم والله نجس فيه الوضوء ثانيا المذي المذي سائل أبيض رقيق يخرج عقيبة تفكر أو مداعبة مثلا أو شيء يخرج هذا السائل هذا أيضا نجس فيه الوضوء لكن نجاسته أخف من نجاسة البول أخف من نجاسة البول عندنا ما يسمى بالودي الودي هو سائل أصفر يخرج عقيب خوف أو برد شديد مثلا أيضا نجس فيه الوضوء كالبول ويغسل عندنا المني المني هو الذي يتخلق منه الإنسان هذا خلاف بين الفقهاء والصحيح بأن المني طاهر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في ثوبه أثر المني ويصلي يعني بعد الغسل وبعد الفرق كما تقول عائشة رضي الله عنها طيب أرجع إلى المذي المذي طبعا صحيح يبتلى فيه أكثر الشباب وهو سائل يخرج عقيب تفكر أو نظر أو مداعب مثلا إذا كان متزوج الشخص فيخرج منه هذا الشيء هذا ما يوجب الغسل هذا يوجب الوضوء ولقد كان علي رضي الله عنه مذاء كما يعني في الحديث الصحيح قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ابنته فاطمة هي زوجة علي فاستحى فأرسل المقداد بن الأسود الكندي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل وقال يغسل ذكره ويتوضى إذن هذا هو الحكم يغسل الإنسان ذكره ويتوضى فيا أخي الفاضل بالنسبة لك إذا حصل ونزل منك المني تغسل الذكر بعض الفقه يضيف يقول الأنتين حتى يعني يقولون بأن هذا وسيلة من وسائل إيقاف نزول المذي إيقاف يعني منزوله وإدراره فيقف لما يغسل الذكر الأنتين بالماء البارد مثلا يوقف ثم تتوضى دل هذا على أنه إيش ناقض من النواق أنت سألت عن الثياب الثياب يا أخي الفاضل ما تغسلها كلها الثياب تغسل المحل فقط الذي نزل عليه المذي والغسل ليس مثل غسل النجاسات الباقية يُعصر حتى يخرج من الطرف الثاني الماء لو رشيت عليه الماء رش ما عليك شيء في هذا ولله الحمد والمن فأنت الآن الله يعيننا وإياك تحرص طبعا على أنك تبتعد عن المثيرات إذا كنت مثلا عزبا وإذا كنت متزوج الحمد للأحل الله لك أهلك وأيضا تحرص على مثلا إذا كنت مثلا كان عندك المذي باستمرار بشكل غير طبيعي تراجع الطبيب لعله يصرف لك شيء يوقف هذا الأمر بشكل غير طبيعي يوقف هذاIM بشكل غير طبيعي بشكل غير طبيعي تُوأiz